الرز الأحمر سبيلي بعدي خارج. طب عاوزة بس أقفل دي. ماشي. دي. تخليلي دي. دي دي عاوزة. ماشي اهو. يلا انا هغرفلك دي وانت قولي مقدر الرز. يلا يا أولاد. طب نقدرتي فين. اهي اهي اهي. يلا بقدير الرز. كبايتين رز مصري. كبايتين عصير طماطم. معلقة كبيرة تسلسل طماطم. ملح وفلفة. وفلفل. وفلفل انا عاوزة مية هنا. عاوزة. ومعلقة كبيرة سمنة ومعلقة كبيرة زيت وكبايتين ونص مرأة او مية. احنا خلصنا لا في مرأة عندي. ما يا سوخنا? لا ما في مرأة لقيت مرأة وهخلي دي جميع. انا هعطس خلو بالك. يبقى كبايتين رز كبايتين عصير طماطم اي معلقة كبيرة سلسل طماطم ملح وفلفل معلقة كبيرة سمنة معلقة كبيرة زيت كبايتين ونص أنا بحط مع السمنة زيت علشان الرز يبقى مفرح. ماشي. اوكي. هنحط دي كده حل على النار. هنحط الطماطم. هنحط الصلصة. هنحط الفيل في الاسود. هنحط ملح. هنحط السمنة. هاتش. هنحط الزيت. ها ها. هنحط الزيت. ههو، عمات يا عشرة ممكنش مركز. هاتش هاتش المعسورة. هم. حطيت معاها معلقة صلصة حطيت معاها ملح وفلفل وثمنة وزيت الزيت عشان يعمل ايه يفلفل شوية بعدين؟ هسيبها بس تتسبك شوية يبقى فيها شوية مية صغيرين بعد ما تغلي هتعايز الحلق دي؟ لا خلاص ولا دي كمان وكي كده تمام وبعدين هسيبها شوية وبعدين هحط الرز المغسول في التسبيكة دي وقلبه تقلبتين يشرب شوية المية الموجودين واحط عيار العيار بتاعه مرأة او لحمة طبعا يفضل مرأة الفراخ طب يلا بقى انا اعمل كده يلا بس هو هيغلي بس سينا مالا مش مشكلة عشان عشان الوقت؟ اه طيب اهو لما يغلي احنا احط الرجل اوكي اوكي هو هو غلي اهو اهو على الشاشة بعدين بعدين بس هنحط بعد كده المرأة وهنسيبه يغلي على نارة عالية المرأة كده مش هيفرفل هتحطش على ده المرأة اهو اهو ماشي اوكي نغطيه بقى ونسيبه بقى يتشرب ويطع زي اللي هناك اه بالزرق مشي كده عملنا الخبزة والرز احنا نسمع اغنية نسمع فاصل نرجع تعمل لديه ايه القرثة الصفر القرثة الصفر جاهزين يا ولاد؟ اه يا حبيبي يالله هنلعب حاجة اللي عبد الحليم حوافظ التوبة التوبة يالله يالله مازيكا